نحن حالياً بمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي الذي يقام بشكل دوري سنوياً في مدينة إسطنبول المعرض يستخطي بأجالية العربية الموجودة في إسطنبول خاصة وتركيا عموماً له أهمية كتير كبيرة في نشر الثقافة العربية وأحياء اللغة العربية نرى منذ سبعة سنوات هذا المعرض الكتب العربي الدولي في إسطنبول وصل إلى العدد السابع وإن شاء الله هذا يشير إلى أنه أصبح شيء تقليدي وأصبح شيء مستمير اليوم نحن في معرض الكتاب الدولي وأنا مسرورة جداً بوجودي في هذا المعرض لأن نحاول أن نكون جسر تواصل بين العرب وبين الأتراك وهنا نرى هذا الاندماج ويوجد أيضاً من جهة الأتراك ومن جهة العرب يعني يوجد تواجد كثير والحمد لله هذا الشيء يساعدنا كثيراً مشاركتنا في معرض الكتاب كمنصة الدراسة تأتي من خلال إيماننا بأن الالتقاء مع الطلبة مباشرة أهم بكثير من الالتقاء الواقعي وإن كنا في النصة ندمج بين الأسلوبين معنا نحن نتواصل مع الطلبة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وفي نفس الوقت نتواصل معهم واقعياً من خلال كثير من الفرص عرفت على منصة الدراسة وساعدتني بتاعدين شهادتي فهي من الوقت ما كان من بداية ترجمة الأوراق لتجميع الأوراق لوصولها لأنقرة متابعة المراحل كمان كانوا معي اشتركوا في القناة